اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقديرا لجهود سموه في تعزيز خطوات المجتمع الدولي من اجل السلام الاقليمي والعالمي ودعم قيم التعايش والوئام بين شعوب العالم ودوله والذي يضاف الى سجل التقدير والتكريم الذي حظي به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على المستويين الاقليمي والدولي بعدها رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الى البلاد دولة السيد نارندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق مؤكدا المجلس على اهمية هذه الزيارة في دعم علاقات الصداقة البحرينية الهندية الوطيدة ورفض التعاون الثنائي بينهما على مختلف المستويات ثم اشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالانجازات التي يحققها شباب مملكة البحرين في القطاع الرياضي واخرها الانجاز الرياضي التاريخي لمنتخب البحرين الوطني لكرة القدم بفوزه ببطولة غرب اسيا التي اقيمت في جمهورية العراق مؤخرا وعلى ما قدمه اللاعبون والكادر الاداري والمدربون من جهد وعطاء في تلك البطولة بعدها اشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان السعود في تنظيم ونجاح موسم الحج وذلك بفضل الاهتمام والرعاية التي تليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام وحرصها المتواصل على تقديم وابتكار أجود الخدمات وأرقاها لتيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة أمام ضيوف الرحمام وعلى صعيد ذي صلة فقد أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل الشيب البترولي بالمملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية مؤكدا المجلس تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييده المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وفي صد كافة الأعمال الإرهابية التي تحاول النيل منها وحذر المجلس من مخاطر استهداف المنشآت النفطية والمساس بسلامة البنية التحتية للطاقة وبما يمثله ذلك من تهديد للاقتصاد العالمي يستوجب على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته في صد مثل هذه الجرائم الإرهابية بعدها رحب مجلس الوزراء بتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري في جمهورية السودان الشقيقة ووصفها بأنها خطوة تاريخية في تحقيق السلام والمصالحة والحفاظ على أمن السودان واستقراره بما يلبي طموحات شعبه الشقيق في بناء المستقبل الذي ينشده بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى التعاون مع جمعية المحامين البحرينية والتنسيق مع السلطة التشريعية لإصدار قانون المحامات الجديد ليكون متناسبا مع أحدث المستجدات الدولية كما وجه سموه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى تذليل المعاوقات أمام المحامين فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وكلف سموه الوزارة المذكورة إلى التنسيق مع السلطة القضائية لتطوير العمل مع المحامين فيما يختص بإجراءات إدارة التنفيذ وتطوير النظام الإلكتروني الحالي ليكون أكثر فعالية في هذا الشأن من جانب آخر فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتطوير برنامج البعثات الدراسية الحالي وأليات العمل المتبعة فيه وكلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بذلك وفي إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لاحتياجات المناطق والقرى المختلفة من الخدمات والمرافق الحكومية فقد وجه سموه إلى استكمال الاحتياجات الخدمية في مدينة خليفة والإسراع في مشروع إنشاء المركز الصحي فيها كما وجه سموه إلى استكمال المتطلبات الخدمية بمدينة سلمان والإسراع في إتمام تخصيص الموقع لبناء مشروع المركز الصحي في الابديع فيما وجه سموه إلى تطوير أعمال البنية التحتية في العكر والزلاق ومتابعة تلبية الاحتياجات الإسكانية في جد الحاج وجنوسان والقرى المجاورة بينما وجه سموه أيضا بدراسة إنشاء سوق شعبي في دمستان وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بمتابعة ذلك بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ميلي أولا وفق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة وذلك ضمن متطلبات التزام مملكة البحرين بتطبيق معايير مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وقرر المجلس اتخاذ باقي الإجراءات الدستورية والقانونية للتصديق على هذه الاتفاقية وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثانياً وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية والمرافقة لمشروع القانون السابق وأحلته إلى السلطة التشرعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية ثالثاً وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفدرالي السويسري والبروتوكول المرفقي لها والتي عرضها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني نائب رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي رابعاً استعرض مجلس الوزراء نتائج الدراسة الشاملة حول وضع المراكز الصحية ونظام ساعات عملها وذلك في إطار الحرص على تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية لتكون في متناول جميع السكان في مختلف المناطق وفي كل الأوقات لضمان تمتع المواطن بالكفاية من الخدمات الصحية والطبية والرعاية الصحية حيث عرضت سعادة وزيرة الصحة نتائج هذه الدراسة واتخذ المجلس حيالها القرارات المناسبة خامساً أحال المجلس للدراسة في اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي مشروع توسعة كل من مركز الكويت الصحي ومركز البلاد القديم وذلك في ضوء المذكرة التي رفعتها لهذا الغرض سعادة وزيرة الصحة سادساً كلف مجلس الوزراء الوزرات والجهات ذات العلاقة باستكمال تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة وأن تتابع اللجنة الوطنية للمعلومات استكمال وتنفيذ تلك الأجندات مع الوزرات والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود الوطنية في هذا الشان وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الإسكان سابعاً بحث مجلس الوزراء رد الحكومة على اقتراح برغبة مرفوع من مجلس النواب بشأن إحياء الطلب الإسكاني الفاقد لشرط رب الأسرة وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية وقرر إحالته إلى مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر